اشتركوا في القناة 20 مليون وتسعمائة ألف لاجئ فروا من الحروب والاضطهاد واستقروا بشكل أساسي في دول فقيرة مجاورة وأضاف جراندي في مؤتمر صحفي أن المليارات الثلاثة تأتي إضافة إلى تعهدات من البنك الدولي وجهات أخرى وذكر أن القطاع الخاص تعهد بتقديم 250 مليون دولار لكنه أوضح أن كل هذه الأرقام أولية وقال جراندي إن ألمانيا التي تستضيف مئات الآلاف من اللاجئين السوريين تعهدت بتقديم نحو مليار و700 مليون يورو وأضاف أن بنك التنمية للبلدان الأمريكية تعهد بتقديم مليار دولار لمناطق تستضيف لاجئين في أمريكا اللاتينية في حين أعلن البنك الدولي عن تعزيز التمويل لمشروعات تدعم اللاجئين بنحو 10% ليصل إلى مليارين ومئتي مليون دولار وذكر جراندي أن الدولات عهدت بتوفير 50 ألف مكان جديد لإعادة التوطين وممرات قانونية أخرى للاجئين لتظل في الدول المضيفة ترجمة نانسي قنقر